وفق مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة على مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني والذي يهدف إلى تطوير نظام بنايات بإسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة فيما يتعلق بالمباني إلى المكاتب الهندسية ويسهم هذا القرار في مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يجعله شريكا في التنمية وجعل البحرين الخيار الأمثل للاستثمار تعزيزا للتوجه الحكومي في التنمية وتحقيقا للتطلعات الاقتصادية المنشودة تصب كافة القرارات والتوجيهات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية البحرينية وجعل مملكة البحرين قبلة لمختلف أنواع الاستثمارات من خلال تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي في المملكة جاءت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة موافقة على قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني والذي يهدف إلى تطوير نظام بنايات بإسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات وزراعة فيما يتعلق بالمباني إلى المكاتب الهندسية وهذا القرار يتفق مع توجه حكومة مملكة البحرين من ناحيتين الأولى هي مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يجعله شريكا في التنمية والناحية الثانية جعل البحرين الخيار الأمثل للاستثمار وهو ما توضحه الخطوات السابقة وهذه الخطوة الجديدة ويعد نظام بنايات نظاما معنيا بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء أكانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية ويقدم النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين عددا من الخدمات كما يسهل على هذه المكاتب مهام عملها هذا القرار الحالي والقرارات السابقة عكست نتائجها على الحركة العقارية إذ أكد جهاز المساحة وتسجيل العقاري أن حجم تدول العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 بلق أكثر من نصف مليار دينار وهما يؤكد أن الخطوات الحكومية السابقة بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة الملفات تأتي بنتائج إيجابية وتنعكس على الأرقام المسجلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر